ليس جديداً على البيت السني كجزء من القصر السياسي في العراق ليس جديداً الخلاف أو التأزيم فيما بين مكوناته وتحالفاته موجة جديدة من تهديد التحالف السني الأكبر في البلاد السيادة بعد انشقاق أربعة نواب عن حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورغم أن الانقسامات ليست نادرة أو جديدة بين القوى السياسية العراقية بشكل عام فإنها تبدو أكثر حدة في حالة القوى السنية نظراً للتنافس الشديد بين أقطابها على زعامة المكون السني التحالف أكد في بيان عدم السماح لأي منسحب من العودة إلى صفوفه إلا بقرار من حزبه المنتمي إليه محللون وصفوا المعادلة السياسية بالمرتبكة داخل مكونات التحالف الجامعي لحزبين مهمين في تكوينه سيما من ناحية التمثيل البرلماني وصناعة كتلة سياسية مؤثرة في المشهد النيابي من وجهة نظر مراقبة فإنما يدور من تكرار للانقسامات لن يخدم تحقيق الأهداف المرجوة لمطالب أهالي المحافظات تحديد النينا والأنبار من وجهة نظر تعرضها يذهب مراقبون إلى أن انشغال السياسيين بالتفكك والانسحابات لن يخدم المواطن ولن يخدم تقدم العملية السياسية بشكل عام وبالمجمل الأعم يؤكد محللون أن تراكمات الانشقاق أو الانقسام تتشابه بين القوى السياسية والتي لن تعطي الحكومة تحقيقا مرجوا للأهداف المنهجية أو غياب التوافق الذي سيكون عقدة في منشار قص الأزمات التشريعية والاقتصادية والأمنية بطبيعة الحالة ترجمة نانسي قنقر